إلى ذلك شبه الناشط والحقوقي محمود علو كردي تواجد حزب العمال التركي في سنجار بخطورة تنظيم داعش الارهابي بسبب قيامه بخطف أعداد كبيرة من أبناء الكرد الإزيديين بغية تجنيدهم قصريا في صفوف قواته وقال إن حزب العمال التركي يلعب دورا خطيرا لصالح أجندات إقليمية معاضية للكرد والإقليم كردستان من خلال استغلال معاناة الإزيديين والإتجار بها ومنعهم من العودة إلى ديارهم وعرقلة تنفيذ اتفاق أربيل وبغداد لتطبيع أوضاع المدينة وإعادة الأمن والاستقرار إليها عد الخبير بقاء حزب العمال في سنجار خطرا على جغرافيا الإقليم وكذلك على الإزيديين ومستقبل أبنائهم بعد أن تخلى عن خصوصيته القومية لخدمة أجندات غير كردية